ولكن للأسد احنا بنتكلم على طول الوقت تتكلم على 11 ستمبر طبعا ما حصل حاجات تانية كتير وبيحصل حاجات تانية كتير في كل حتة في العرب وكون انه ما فيش الاف الناس بتموت فيها لا يعني انها ما هيش مهمة وهزي الاحداث الفضيعة اللي بتحصل ما منتكلمش فيها كفاية لانه لازم نتذكر ان التلاتة اللي ماتوا في الحادثة اللي وردها لكم دي بالنسبة لهم والله لو مات معهم 3000 تانين اهم ماتوا لوحدهم اهم والاسر بتاعتهم حسوا بهذا القدر من النتائج الارهابية بغض النظر عن كام واحد تاني حس معهم بنفس القدر فقضية الارهابية نفسها قضية سواء من العدد كبير عدد الليل انما هي ظاهرة يجب انها تبتز من جزورها في المجتمعات انها اذا ما قلت لكم فيه عشر اسباب انا في رأي ان التأثير بتاع الارهاب بجي ايه هي الاسباب دي بقى اول حاجة انه في مجموعة من الدول النهاردة فيها حالة انفلات وصل الى ما بعض المؤرخين والمعلقين سموه فشل الدولة نهاية فيه دراسات بتتعامل بتعامل اندكس سنوي ده تمثيل الدول اللي هي معرضة لهذه المشاكل ما فيش غير كندا واستراليا ونيو زيلاند والدول السكندينبية وهولندا سويسرا والنمسا وايرلندا اللي هما اعتبروهم المحللين نسبة الخطورة فيهم شد من عدم اما التانية كلهم فعندهم القضاء يعني قدر متفاوت من الخطورة وطبعا الجزء الاكبر موجود في افراقيا دي قولمبيا من هنا وهنا عندنا دي شرلانكا باكستان وافغانستان وبعض الدول الاسية الوسطى العراق واليمن هنا هوا فدول اغلب الدول في افراقيا في هذه القضايا اللي بيحصل طبعا مجموعات مسلحة بتتسارع ويمكن اقرب مثل قدامنا السومال اللي بيحصل في السومال الحكومة المركزية شبه منعدمة السلطة مش قادرة تفرض سلطانها على الاراضي اللي عندها وبالتالي الصراعات شبه مستمرة ساعات روح تخلى اثيوبيا ساعات تخش امريكا ساعات تخش الجهات اخرى كل هذه الجهات الغادبية بتلعب بصواباحة في هذه الظروف السيادة العطنية على الارض البلد شبه منعدمة في مثل هذه الاحوال للاسف من افقر دول العالم هي اكتر المناطق المهددة بهذا النوع من الانفلات بذات الدول الافريقية والقارة الافريقية رغم انها اكتر منطقة في العالم فقرا وتخلفا وبجميع المؤشرات الصحية والتعليمية والدخل والانتاجية والى اخره هي ايضا اكتر مناطق مهددة بمثل هذه الحروب تاني حاجة ان ظهر عندنا البعد الايديولوجي بصورة جديدة بصورة جديدة لانه طبعا الناس مرد تتكلم على ان اللي بيعملوا الحاجات دي اسلاميين اللي هو ان واحد يحط قنابل ويموت نفسه مع ناس تانية انما اللي بدأوا الحكاية دي بصورة كبيرة كانوا اليابانيين اسناء الحرب العالمية التانية اسمهم سمهم الكاميكازي الكاميكازي دولة كانوا طيارين كانوا بياخدوا الطيارة بتاعتهم وروحوا داخل خابت المركب بتاعة الاسطول الامريكي ويموت نفسه ويحاول انه يكسع فهذا البعد طبعا من الاصعب جدا اللي يبقى واحد عنه مستعد ان هو يموت نفسه من الاصعب جدا الواحد يمنع هذا العمل عن واحد يحاول يطفش فالنهاردة الطيار دا جاي من العالم الاسلامي انه الطيار الايديولوجي قوي جدا قبل كده كان جاي من اليابان وقبل كده كان جاه من بعض الدول الشرائية انما طب دا دي يجي من ايه طبعا من الظلم يعني الواحد لما يشوف صورة زي دي دي من ضرب جنوب لبنان فيعني هذا الشاب بوكس ار بومز زي ما كدت الصورة اسمها لما يلاقي نفسه في هذه الظروف لما الشباب اللي في الغزة دا طبعا يعني هيعمل ايه هنجده ان هو بيتجه الى هذا العنف المستعد لضحي بنفسه فلما يبقى فيه واحد مستعد لضحي بنفسه حيبقى صعب جدا ان القوات الامنية تحمي من هذا النوع من المشكلة بالنسبة لواحد يحاول ان يعمل حدث ويتفشل لان تخطيطه لهذا الحدث حيبقى مختلف وده اغلب الوقت القوات الامنية تقدر عليه بسهولة الحاجة الثالثة زيادة الكثافة السكانية يعني المدن بتاعتنا زادت كثافة واي واحد منكم يفتكر حتى اسماء في اسكندرية منطقة الرمل منطقة مش عاربة يعني مناطق كانت كلها بلات بانطرح لبلات ده ده يبقى كلها عمارات فبالتالي قنبلها في اي مدينة النهاردة تأثيرها هيزيد اكتر قوي عما لو تحطت فوسط منطقة بلات فالكثافة السكانية في العالم كله بتزيد وبالتالي الاحداث اللي بتحصل بالضرورة هتأثر اكتر على عدد اكبر من الناس من هذه الكثافة السكانية وده في العالم كله مش بس عندنا الحاجة الآن زيادة قيمة العقارات والمقتنات الموجودة فيها فمع الاستثمارات كتيرة جدا ونمو الدخل في المجتمعات بيترتب على كده انه لما بتنضرب اي منطقة برضو تكلفة اللي بتتأثر نتيجة للعمل الارهابي بتزيد وده مش بس كده بنجد هذا ايضا في حالة الزلزال وفي حالة العواصف وغيرها ان التأمينات اللي بتندفع السنة بعد السنة بترتفع حتى لو الزلزال او الاعصار بنفس القوة اللي كان فيها السنة اللي قبليه لان قيمة المقتنات زادت مش بس الكثافة السكانية ان ما قيمة المقتنات زادت واذا تأثير ايضا قم بلا بنفس الحكاية وهذه المقتنات في كل حتة في العالم قيمتها بنسيد السبب الخامس ان وجود الماس ترانزيت الحديث طيارات بيخلي ان واحد ممكن يبقى في ناحية في العالم ويروح يضرب حاجة في ناحية تانية في العالم في ظهر في 12 ساعة واحتفى في حكة تانية في العالم بعدها انما ايضا الطيارات نفسها هدف خصوصا هو يطلع ونزل من المطارات وزي ما انتوا عارفين ما زال في بعض الماس رأيها ان رحلة مصر التعران اللي وقعت في نيورك انضربت بRTG من قريب من المطار انما ايا كان الطيارات دي لو هي نازلة وهي طلعة بتبقى هدف سهل لأي سابق هدف كذلك نظام المترو لانه فيه اختناقات طبيعية لانه ماشي في انفاق فبالتالي بناء سهل جدا لو احد يحضر فيه حاجة كامل مشكلة وده طبعا اللي حصل في لندن لما حصل اربعة تنابل دربوا المترو بتاع لندن ده منظر الارهاب اللي حصل في لندن القطورات نفسها بتدي حاجة مشابهة لانه بتمشي على قطبان وعلى محطات محددة على عكس العربيات فبيبقى طريقها معروف محطاتها معروفة الاماكن اللي هي بتطر بتعدي منها كبالي بتعدي منها معروفة وبالتالي زي ما حصل في مدريد هي نفسها ايضا بتبقى مستهدفة بسهولة اه في ايضا اه قطرات معينة من الصناعة وهنا اللي بتلكم فيه السلايد وانا بحضر المحاضرة دي لقيت السلايد اللي استعملت سنة 2007 اه حواريه لكم من الولايات الكلام طبعا اول واحدة اللي هي قضية السياحة وده طبعا الهدف وراء العمل الارهابي في مصر سواء كان قبل كده في شرب الشيخ او في الطابة او في دهب والان في الحسين انما انت شايفين اه انما ايضا المحطات البترولية كل البايب لاينز البترولية وشفناها في العراق وشفناها في الكويت كل ده بيبقى سهل اوي دي دي كلها اه انواع من او قطاعات صناعية اه سهل استهدفة انما مش بس هي الوحدها ادي الصورة اللي استعملتها سنتأكله سبعة على الفاينانس بس بما ان كنا بقى بنتكلم اساسا على انواع مختلفة من الارهاب ما طولماش في هذا الموضوع انما فعلا اه طبعا العالم المالي اه عالم ضخم جدا وله قوة وقدرة كبيرة جدا ولكنه ايضا هش جدا من السهل انه اه يهتز اه خصوصا لو مثلا اه سايبر تيروريزم بالكتروماجميتيك بالس تمكنوا انهم يأثروا على النظم المعاملات المالية اللي هي كلها ماشية بالكمبيوترز في العالم كله بالوقتي اه فده يعمل هزة كبيرة جدا بس يعني لقيت ان السلايد ده ستاة عشرين وسبعة كانت يتنبأ بس صورة ليست لا دأس ديها انه او شك على انها الثورة المعلوماتية اللي احنا عايشينها اه اللي احنا عايشينها اشتركوا في القناة